بعد أسبوعين من إعلان إدارة الأمن السيطرات على المنصورة تخرج هذه المديرية من هدوئها بتفجير سيارة مفخخة في حي ريمي ظهيرة الجمعة أمام مبنى وزارة الخارجية خارجنا بعد الصلاة وشفنا الانفجار كانت هنا في حرمة بالغرب من هذا المطب وقالوا قطصت رجالة توفت الانفجار أدى إلى إصابة امرأة بجروح بليغة ومواطن آخر من المارة في الشارع الذي تطل عليه مباني وزارة الخارجية ووزارة الزراعة ومنزل قائد اللواء 31 مدرع الذي أدلى بشهادته من مكان الحادث هذا الحادث إمامكم هو سبب أضرار كثيرة ليس في وزارة الخارجية فحسب بل حتى في منزل المجاور للوزارة حلعنا إلى مكان الحادث ووجدنا رغم السيارة وعلامة المتسوبيشي وجمعنا بعض المعلومات فرق الأمن والتحريات تواجدت في مكان الحادث لتجري تحقيقاتها ابتضعها هذه العملية الإرهابية في مواجهة أخرى مع الجماعات التي تواصل استهدافها لكل ما يتصل بالدولة في العاصمة المؤقتة هذا مبنى وزارة الخارجية الذي افتتح قبل خمسة أشهر كما ترون آثار انفجار السيارة المفخخة بادية عليه الانفجار حدث أثناء صلاة الجمعة وبالتزامن مع سيطرة الجيش الوطني على مدينة الحوطة مركز محافظة لاحق واستمرار المعارك ضد الجماعات المتهمة بتنفيذ هذه الانفجارات آدم الحسامي قناة بلقيس عدن